كيد واحد المشكل مطروح لدى المهنيين ديل النقل الطرقي هو المشكل ديل لدودان أريد أن تعطي لنا نقطة تحديداً فين كين الخالل؟ الخالل هو في وضع لدودان لدودان يجب أن يتحطب جوسفاً يتحطب دراسة ومعايير لا يمكن أن نجيبه واحد إنسان بنا ونقول لدي لنا واحد لدودان ولدي لنا واحد الحاجز ماشي دودان ولدي لدودان لديه المعايير لديه المعايير لديه نسبة مئوية للسنتيم هذا أولاً ثانياً كيف يتحطب؟ كيف يتحطب؟ أحد المنتخب في المجلس المدينة أو المجلس المسائل لديه واحد للقهوة يجب أن نضع لدودان هذه بالعشوائية ثم في واحد الحي يجب صاحبهم من الجامعة لدودان ولديه غير مسمو كيف يؤثر؟ يؤثر أولاً على السيارات الخفيفة لأنها يمشون لها ليمونتسور لها يمشون لها العجلة يمشون لها عدة أمور التي تمشي لها وحداً ثانياً كي أثرتها على الساكينة مني كنشوفوا واحد الشاحنة ذي زخاوية مني كتدوز عني دودان كتعطي أصوات مني كتعطي هذه الساكينة خاصة في الليل خاصة شاحنة القلابة هذه أمور تحدي ثم نرى هنا نشوف كناس الممارسة المهنة الناس المهندسين كيف يدرون لهم؟ وما تأتي لها وقد تأتي لها وقد تأتي لها وقد تأتي لها لذلك هذه العشوائية تتحملوا وهذه النسادة اللي كيحطوه خاصة الجامعات الحضارية اللي كنشوفوه يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم فهذه دودان لأنها مؤثرة أولا على هذا الموطف المسكين اللي عندوا ذلك السيارة مؤثرة على الساكينة مؤثرة على الشاحنات وقد تبقى غير واحد المسألة اللي عشوائية يستفيدوا منها ريعا أو يستفيدوا منها غاباءا ويعني بنسبة لكم المهنين ديال النقل الطرقي يعني اشن هو الضرر اللي كتسببوا لهم هاد لي دودان كتعرفوا دبا بأن الشاحنات حاليا ولا تكون لها إلكترونية أو على الأقل كتكون ضوئية غالبا ما كيمشوا لها الفيروجة الدولة مع هاد لي دودان كيمشوا لها كارت ميموار كتمشي لها كتمشي لها عدة أم كيمشي لها كتارتيغراف لأنها هو سينسير كل شيء كنعرفوا كيمشوا لهم هاد لي دودان هاد لي دودان هادرنا مع السي الرباح منين كان في الوزارة على هاد لي دودان هادرنا مع السيعمارة هادرنا مع السيبن عاجو تليل هادرنا مع الناس ديالة مجلس المدينة ولكن احنا كان هادروا معهم وما كيزيدوا فيهم كأننا كان نقول لهم زيدوا في هذه المسائيل اللي رأي مزيانة هذا هو المسألة ربما أخصنا نقول لهم زيدوا فيهم بش يقلبوا لامارش ديالهم بيسبب لكم كتقولوا بأن هاد لي دوضان ما عندت شي معناب عندت شي فائدة لي دوضان لكنت معايير لنت ترتغير فرق بين اللي دوضان لي كينفعين الدياب وليدوضان لي كينفعين المحمدي غادي تشوفي واحد دوضان لي كيقول لك فاق مي كتمشي كتكون اسمه هوي كيزعتك كتفاق انتا كتشد سياقة ديالك واحد لو دوضان لي كيحاجز ديالك كتوقف لما وقفتيش كتشاك ما ديالك مشات لي مونتسور مشات كل شي مشات هاد المقاربة هاده فين كينا كينا بأن الناس الاعترياء ودك شي ديري اللي هم واحد دوضان على حسابهم وكينا الناس الفقراء كيقول لي وقفوا ولا تسو علي ولا مسائي ولا دير كم ما درسي ولا كتر زفت ولا ما تكترش هاد المسائي اللي كينا بأن غير حاجز اسمانتي هو عائق بالنسبة للناس اللي عندهم طمويلة علاقة بالحال للناس اللي بساط السيدة الإعلامية غنقولك هذا حاجز عقلي داخل عند الناس المنتخبون اللي كيصوتوا عليهم الناس لأن لو كان عندهم واحد العقلية كانوا غاديمشوا على الطريقة الصحيحة هو هي التشوير التشوير على ما تشوير لغة كتقولك امتا غا تمشي امتا غا تمشيش يزيدوا في تحسيس في السلامة الطرقية دور الشباب يزيدوا فيهم ويحسوا الناس فهذه المسائلة هذه ديال السلامة الطرقية الناس المنتخبون تاوما فهذه المسائيل في الصيفية اللي كتكون في مخيامات يعلموا الناس دخل الدراسة غنكونوا استفدنا من هاد الأمور كاملة وزدنا الكتاب وتمنى العقل ديال المواطنين وديالناس صغر في السلامة الطرقية وغادي تكون انطلاقة حتى في السلامة الصحية وفي السلامة ديال المسائيل كلها لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد